الحجد العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية يصل إلى حده المقلق فبعد حديث وزير الخارجية الأوكرانية عن تحركات غير بريئة للقوات الروسية على حدود بلاده تخرج واشنطن لتؤكد أن روسيا تعتزم قريبا شن هجوم على أوكرانيا وفي ظل تساعد التوتر وتبادل الاتهامات أكدت روسيا الأربعاء أنها بدأت مناورات عسكرية شتوية دورية في منطقتها العسكرية الجنوبية تقع أجزاء منها على الحدود مع أوكرانيا رغم توجس موسكو من تحريك أوكرانيا قواتها في إقليم دونباس حيث نشرت كييف مائة وخمسة وعشرين ألف جندي في الإقليم في حال ظهرت بأوكرانيا منظومته سواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في خمس دقائق إذن ماذا ينبغي علينا فعله حينها؟ روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة وقد اختبرنا منذ فترة قصيرة بنجاح زواريخ متطورة من طراز تسعماخ أوكرانيا التي أكدت أنها مستعدة لأي استدام عسكري عبرت عن رغبتها في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب الباردة على حدودها الروسية لكنها في المقابل حثت حلف النيتو على الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا أعربته في مباحثتنا بالأمس واليوم في النيتو مع بريطانيا وفرنسا والشركاء آخرين أننا ضد العدوان الروسي على أوكرانيا والنيتو مستعد للعمل في الجبهة الشرقية مشاوراتنا ستتواصل مع المسؤولين غدا وسألتقي مع كوليبا ولوفروف ووسط هذا التوتر المتصاعد تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب الخميس باستوك هولم بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا في لقاء ينتظر منه تهدئة الأوضاع وتجنب الأسوأ